السلام عليكم. مرحبا بكم جديد مع قاتخي لمياه اليوم واحد الشهيوة الاغلبية كتصلح في البرد هي البصرة بالفول مع زيت الزيتون واحد شوية ديال الكامون واللي عزيز عليها الحار يتهل الفرس بنسبة المقادير هنا اخذت زلافة ديال الفول ديال البصرة عندي هنا يجوش مع القديد زيت الزيتون خمسة ديال الدروس ديال توم والملحة الحسب الطوق وعندي الماء بنسبة الطريقة اول حاجة كناخد الفول وكننغسلو شي ثلاثة والاربعة ديال المرات حتى كنشوفو الماء ديالو صفا سوف نغسلو حتى يسفلو داك الماء بشك تزول منو داك انشاء سوف نضيف الكوكوت دونك درس زلافة ديال الفول مغسول مزيان سوف نضيف التومة سوف نضيف الملحة سوف نضيف الملحة سوف نضيف الملحة سوف نضيف الملحة هذه الملحة ray est ochine سوف نضيف الكوكوت سوف نقطعها في رفق البصارة نضع زيت زيتون و فرمج كما تشاهدون والذي يريد أن يضفلهم الزبدة يضفلهم ثومة و مدنوس سوف نضيف الفرغة نضيف الفرغة نضيف الفرغة نضيف المدنوس كما تشاهدون سوف نضيف فرغة كما تشاهدون هكذا يمكنك أن نضيف الفرغة كما تشاهدون هذه الأشياء يمكن أن يكون هناك فلداب يمكن أن يكون هناك فلداب سنطحنها تجربة نظيفة الضوء يجب أن تكون خفيفة تقريبا من الماء يجب أن تكون قصحة أكثر يجب أن تكون تقريبا 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 سوف نضيف زيتون وكما نضيف سوف نضيف سوف نضيف نضيف سودان تتمنى أن تكون لدينا تابعون فيديو قادم ووصفة جديدة مع قاتخي المياه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر